ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وفيديو النهاردة هنجرب مع بعض كحك العيد من ست شركات وهقول لكم افضل طعم فيهم ايه من وجهة نظري وكمان لوجي وادم هيكونوا معايا في التجربة وهما كمان هيجربوا معايا وهيقولوا ايه افضل كحك عجبهم من وجهة نظرهم هقولك حلو هتقول حل اي طيب ماشا وادم من قبل ما يدوق قال لي هيقول حلو وهنشوف رأي لوجي كمان ويلا بقى نبتدي ونجيب الكحكو وانبتدي باول شركة طب قولي حاجة هنجرب اول شركة وانفتحها معاكم بيت كو مصب انا جايبة علبة اثنين كيلو نشكلها هببتي معلش انا اسفل انا مش فاكرة الاسعار طبعا الحاجات لان كانت فيه كذا حاجة بس فيه فيديو نازل قبل الفيديو ده فيه اسعار كحك العيد كل الشركات يعني لحد العحابة بيعرف الاسعار دي قلبة 20 كيلو من مكوناتها 3 صفوف كحك فيهم ممكن اتنين بالطمر ممكن ده سادة وصف غريبة وصفين بسفور وصفين بسكوت ده شكل الكحكية وده شكل الكحكية بالسكر انا فتحتها يطرية جدا ما تفتتش الكحكية بسكو مصر حلو قوي الكحك مزبوط طعمه حلو اه يعني اما انا كسرتها ما تفتتش طب اقول الحاجة انا وبعدين انت تقول ماشي 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 اه فكانت بسكو مصر حلو قوي عجبتني ويه رأيك فيها يا لوجي حلو قوي وانت ايه ده حلو قوي ده اللي انت عايز تقوله ولو عايز تقول حاجة تانية حلو قوي بس كده طيب تمام هي عجبتهم بسكو مصر تانية علبة معي اتوال ودي علبة كيلو ونص اشي ماشي ماشي وماشي تحفظي الشديد علي اعلان اتوال اللي بصراحة انا معرفش صاحب فكرة الاعلان اعمل ايه؟ ماشي صاحب فكرة الاعلان كان بيفكر في ايه هو بينفزه اعلان استفزي جدا ومعرف جدا جدا يعني لو جيه واحنا بناكل ببقى في صراحة متضايقة منه وارفانة منه. انا بطرف منه او. ليه يا لو جيه? عشان وهو بيكلم بيتفل اللي فبقه. هو اسلا اللي فبقه اكل مفبوض ما يتكلمش. ما افشوا با هو ما بيوروا للناس ايه في الاعلام. بس ما علينا يعني. خمسة بسكوت. اربعة كحك. واحدة بتي. اتنين بتي فور واحدة غرياب. اتنين اربعة ستة اه اتناشر باكت في القلبة. كيلو ونصف. والسكر حاطين اربع كيات صغيرة جدا يعني ما اتكفيش اكتحكي بس يعني مع ان هما مزبطين شكل العلبة في صراحة كيلو ونصف. انا وما كل واحدة هياخد واحدة. او يعني هي كل باكتين دي علي كيس سكر من ده. نفتح اول باكت بقى. عمش هفتح السكر عشان انا كده كده انا فتحة سكر. ايه. ندوب بسم الله. هو طعمه حلو قوي. ايه مزبوط المرة دي عجبني جدا كحك اتوال. من الطعمه رحته حلو قوي. وهو انا باكله بيبقى طعم طعم السامنة باينا فيه. طعمه حلو قوي طعم الكحك يعني مزبوط. الكحك المزبوط. بس برضى مرهمش حق يعني يتكلموا هما بيأكلوا بس او حل. عجبني قوي الكحك بتاع اتوال. كيلة شركة نولا. معلش. ده وزهق تقوم. خلاص قوم. ادم زهق طبعا فمشي ما يكملش التصوير بس ممكن يجي في اي وقت يعني بس هو دلوقتي يمشي. اه النولا بقى مش بتنزل اه كل حاجة الواحدة هي علبة مشكلة كيلو اتنين كيلو تلاتة كيلو. اه العلبة الكيلو مشكلة دي بمئة وسبعين جنيه. السار بتاعها مكتوب عليها. ده شكل العلبة. بتكون تلاتة كحك واحدة بسكوس وواحدة غريبة وواحد بتي فور. ده شكلت تحتية. خط واحدة. على فكرة نولا شكلة نولا شكلة حلو. جانسو غنونة. اه. بسم الله. بسم الله. اه يعني نولا طعم عادي جدا عادي خلص يعني كأنه بتعفرنا بتاع بيت يعني لأ بتاع بيت بتعمل احسن يعني بتعمل اللي هو العادي ما فوش يعني اوكي باكل كحكة بس ما فياش طعم. ما فياش طعم كحكة ما فاش طعم يسامنة. عادي جدا جدا يعني. وانت رأيك ايه لو جيف نولا? لا. ايه? عادي. عادي صاح? ام. طب اقول اي اخدها مني. الشركة اللي بعد كده كلاسك. انا بحب كلاسك عمتا في الحاجات بتاعته اللي هو الكوكيز والحاجات دي. فقلت اجربه المرة دي في الكحك. ودي علبة كيلو ونصف. دي شكل العلبة. اه. الصفين كحك. وزف ده? واثنين بسكوت وواحدة غريبة. وبيتيفور. نعم. ودي السكر. دي الكحك. واحد. ده شكل الكحكية. نضوء الكحكة بسم الله الرحمن الرحيم. كلاسك برضو طعمه عادي. ناشف شوية. يعني انا عن نفسي بحب الكحك اللي هو بيبقى ناعم بيدوب. طعمه حلو كده يعني لي راحة راحة الكحك باينة. هو ناشف شوية يعني. اللي بيحبه الكحك ناشف ممكن يحبه ده. لكن انا ما حاستوش يعني حاست ان هو لازم يكون معاه حاجة ابلغوا بها يعني. وانا باكل الكحكاية معي شاب اللبن. ايه رأيك يا روجي? مم حلو. حلو عجبك? طيب ده ما ما عجب له ايه. بنشوف شركة تانية والشركة اللي بعد كده العبد. دي قلبة مشكل كيلو آآ فيها صف تفور وصفين كحك وصف سكوت. محيش غريبة. ده شكل الكحكاية. بسم الله. يخشني. الكحك بتاع العبد برضو مش قد كده مش هدنيش يعني برضو لو باكل الكحكاية واحدة خلاصة مش هتشديني انا دق واحدة تانية. آآ برضو السمسم يعني انا مشكلتي معافي السمسم بيبقى كتير جدا. بحيث انه بيغار تعمل كحك. بحيث بتعمل سمسم اكتر مع باكل الكحك. يعني بصوا عاملين ازاي. فالسمسم كتير قوي في الكحكاية في نشفة شوية يعني انا بحب الكحكي يبقى نعم. انا جربته قبل كده كان بيعمل احسن من كده. مش عارفة ليه برضو السنية دي ما عجبنيش. وانت رأيك ايه لو جي? وحش. وحش. طيب. اخر حاجة معانا تسبس ودي قلبة كيلو ونصف. وانا جايبة الكحكي كله من آآ رايل هاوس اللي في مصر جيدة قدامي المريلاند. يعني انا جايبة منه كل حاجة. فدي قلبة بتبقى كيلو ونصف بتبقى جاهزة. لكن لو رحت الفرق هلاقي الباكتات دي كده يعني بتبقى محطوطة وانا اللي بختار يعني ده لو في حالة ان انا اللي عايزة اخطأ يعني اجيب حاجات معينة. لكن دي كده في السوبر ماركت بتبقى كيلو ونصف وفي اتنين كيلو في اه يعني في احجام. دي بتبقى شكلها. بيبقى فيها اتنين بسكوت واتنين كحك ووحدة غريبة. ووحدة بتيفور. ده شاك الكحكية. هم. اه. بسم الله. بسم الله. سيب بس هسا طعمه عادي برضو ما حستش بنفس الطعم اللي بتعود عليه منه. ماشي ناعم ورحته بقين فيها لسامنة بس بكطعم حسا عادي. بزاي كل مرة اما انا باكله بحس انه واو يعني ده حلو. فهو المراضي حسا عادي جدا. بتعارفة ليه الشركات المراضي الكحكة حساهم مش مهتمين بطعمه. المفروض ان الكحكة بقى اهم حاجة في العلبة كلها بس حسا الكحكة مش مش مشتغلين عليه يعني طعمه عادي. انا كده جربت معاكم كحك العيد من ست شركات ورأي افضل طعم فيهم. جري السعر لان في السعر هم كلهم بيبقوا متقربين مع بعض في الاسعار غير اختلاف ان تبقى فيها البكيلو ونص تبقى اكيد اجلى من الكيلو. اه فرأيي في الطعم بس. اول شركة عجبتني جدا الكحكة بتاعها وكان طعمه حلو جدا بتوال. تاني شركة بيسكو مصر. تالت شركة تسبس. رابع شركة العبد. الكامس والسادس انا مش هقول للكامس والسادس لان هما الاتنين كانوا بالنسبالي طعمهم زي بعض اه نولا وكلاسيك. يعني ازا في حاجة هنا افضل او حاجة هنا افضل فهنلاقيهم في الاخر برضو ان هما الاتنين متساويين. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويفيدكم في اختيار افضل كحك للعيد وكل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك وسعيد علينا جميعا يا واشوفكم في فيديو قديد باي باي. باي باي. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة